الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية سقوط طقم الأسنان في المنام ما تنسونش بلايك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرز وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير قد تدل سقوط طقم الأسنان في المنام على الموتى القريب للرأي والله أعلى وأعلم أما المرأة المتزوجة إذا رأت سقوط طقم أسنانها في المنام فإنها دليل أنها سترزق بولد قريبا بمشيئة الله والله أعلى وأعلم كما تدل رؤية الرجل الأعزب لطقم الأسنان على زواجه القريب والله أعلم طقم الأسنان في الحلم يدل على طول عمر الرأي وسقوط هذا الطقم في المنام دليل على اقتراب أجله والله أعلم رؤية المتزوجة لكسر طقم الأسنان الخاص بها في المنام ربما يشير لها على اقتراب أجل زوجها والله أعلى وأعلم رؤية الأسنان الأمامية تهتز في المنام فإنه يدل على المشاكل والهموم في حياة الشخص والله أعلم عندما تهتز الأسنان في المنام يدل على عدم استقرار الرأي في عمله أو حياته عموما والله أعلم من الممكن أن تشير رؤية اهتزاز الأسنان في المنام على حيرة الشخص وعدم قدرته على اتخاذ قرار مصير في حياته والله أعلى وأعلم الفتاة العزباء عندما ترى أن أسنانا تهتز إشارة على مرورها بضائق مالية ونفسية في تلك الفترة من حياتها والله أعلم كما يدل اهتزاز الأسنان في منام العزباء دليل على وجود شخص لا تثق به في حياتها وتشعر أنه قد يغضر بها في أي لحظة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم يدل رؤية الأسنان الأمامية وهي متفرقة على مشاكل عائلية تحيط بالرأي والله أعلم في منام الفتاة العزباء تدل الأسنان المتفرقة على الكلام الجيد والمتح الذي يقال للفتاة في الواقع والله أعلم قد يشير الفتحات بين أسنان في المنام على صعة الرزق للرأي والخير الوفير الذي قد يحصل عليه بفضل من الله الرجل المتزوج تدل رؤية الأسنان المتفرقة في منامه على عيب في خلق أهل بيته والله أعلم كما تبشر الفتحات بين أسنان الرأي في المنام على تبديل حاله من الحزن إلى الهم بإذن الله والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر